مرحبا بك بمدينة العيون شحرك ما صح لباس الحمد لله مرحبا والله كيف يطول السلام والله هذا السلام يعني تقاليدنا أن ننسلمه هاي الطريقة المطولة يعني قصد الإطمئنان على الطرف الآخر خصوصا مونير اللي عاد واحد من ابناء الأقاليم الجنوبية كونه هو صحفي أنفاس بريس المتقلق دائما في جمع القضايا اللي تتعلق بالأقاليم الجنوب المغرب وعنه عاد دائما معنا تقريبا مدينة العيون ونرحب بك ثاني مرة أوكي هذه جمعة نسائية صحراوية تدافع عن حقوق الإنسان بصفة عامة تدافع عن حقوق المرأة أنا كرئيسة هذه الجمعية الأوروبية كلفتني إسبانيا يعني بتوصيل مساعدات الإنسانية إلى جنوب إلى شمال أفريقيا أنا عضوة شرفية بجمعية نسائية تابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كذلك عضوة شرفية بجمعية نسائية بلا حدود بستوكرم بالسويد تقريبا أنشط بدولتي السويد في لندا مؤخرا يعني بدنا المسار ديال للنضال ديالنا عدنا نقيسوا الأماكن اللي يتواجد فيهم العدو بكثرة يعني ميليشيات البوليساريو كيمشوا يعدوا عدس أنشطة خصوصا بسكوندينافيا إحنا نظريك غيرنا المسار كنا ننشطو بأوروبا يعني كإسبانيا فرنسا بريطانيا بدلنا نظريك الطريق ديالنا تقريبا مؤخرا عندنا ننشطو في سكوندينافيا لأن سكوندينافيا تشهد حراك كثير ديال البوليساريو أنا بديت الدفاع على القضية الوطنية ابتداء من 2009 منين ظهرت لسيباغاتيستا منتو حيضار في الأسبالمس شفت لديك لاراسيون ديالها ضد الدولة المغربية كنت أنا ذاك أسكن بمدينة الأسبالمس أسست جمعية قمت بمحاربة إدعاءاتها الكاذبة وقمت كذلك بفضح موضوع يعني إضراب عن الطعام اللي قالت عنهم عدلتوا لأنها كانت اللي تكذب لأن بعض أفراد عائلتي يعني هما سوصوندي سيباغاتيست كانوا كيعطوها الأكل يعني يعني فضحوها يعني في الكواليس عنها كانت توكل ها كوني خلانين أسس الجمعية باش نتصدل الأكاذيب ديالها ومنذ 2009 وأنا أناظر إلى غاية يومنا هذا هذي مضايقات الجزائر دايما تتعدلها الدولة المغربية يعني نحن نبغي نقول عن الدولة المغربية أقوى من الحكومة الجزائرية الدولة المغربية دولة عريقة لديها تاريخ والجزائر كيف ما تعرفوا كان من عنها دولة يعني جديدة حديثة ونبغي نقول الحكومة الجزائرية عنا نحن يا جبل مايه الزكري نحن نحن أقوى منك والله بنسبة لنا نحن كصحراويين مغاربة هذي تهديدات الجزائر والله تهديدات ميليشيات البوليساري معها الناس بعمل هيلوذن ما يمأثر علينا هذا موضوع جد مهم دائما نبغي نشير له خصوصا في افتتاح القنصليات بالأقاليم الجنوبية المغربية هو دليل على مغربية الصحراء هذا هو اللي خلى الحكومة الجزائرية ليتنجن مدام دول كبرى فعدلت مقر قنصلياتها مدينة العيون مدينة الداخلة مزالوا إن شاء الله ليجون لدول يعني أخرين هذا الدليل على قوة الموقف المغربي تجاه الصحراء موقف الإسباني مؤخرا الداعم للحكم الذاتي صراحة أثلج صدورنا لأن الإسباني جار وكننا نبغوهم يعني يصدروا هذا القرار يعني ما هو ضريق فهم يعني مذاله يعني هذا من المصلحتنا نحن مصلحت الدول المغربية ومصلحت كذلك الدولة الإسبانية يعني كجيران أول شي يعني تعرف أنت كم مسافة بين كلار وعلاقات الجوار ورانك عارف مصالح مصالح اقتصادية كذلك رانك طالع تعلموا أخرا يعني الخط البحري اللي كان مغلق عندهم في الخزيرات يعني يعني الدولة الإسبانية هي اللي كانت خسرت أكثر يعني مننا نحن من الدولة المغربية بل يعني يعني الناس اللي عندهم وزن بإسبانيا مؤيدين الحكم الذاتي ومؤيدين مغربية الصحراء هذا هو أهم شيء لكن خالقين بعض المشوشين تابعين الميليشيات البوليزاريو ودعمتهم الحكومة الجزائرية كيبغوا بعض الأحيان يعطلوا يعني ضغوطات على بعض البرلمانيين الإسبان لكن ما هم ما هم ما هم ما هم عاطينهم آذان ساغية ما هم صنطي لهم قاع كنشطة حقوقية بأوروبا نبغي نعدل ومياما مينتو نداء يعني المنظمات الغير حكومية بالأقاليم الجنوبية المغربية عنهم يتعاونوا معنا ونكثفوا الأنشطة ديالنا ضد البوليزاريو بالدولة سكندنافيا هناك نقص هناك ركود هناك غياب للصوت الصحراوي المغربي أكيد مخيمات تندوف مشمولة يعني عندنا ندولها مساعدات إنسانية من إسبانيا أو من أمريكا عندي ضريق حالا عندي مساعدات بأمريكا إن شاء الله لهم لنجيبها للمغرب والسنغال لكن خالقنا وقطيت عدل طالب باش نقبط تأشيرا نقلس الجزائر كنت باغي نقدم لهم مساعدة إنسانية لماذا لا فم مولاد عمنا وفم أهالينا لماذا لا نساعدهم لكن أنا بنسبة لحكومة الجزائرية معدليني لأيحة السوداء طبعا رفض طلب ديالي من اليوم الأول ممنوع نعم بنسبة لهم لفئة أنني ندفع فيزا يعني غرض أنني ندي مساعدة إنسانية للمخيمات تندوف يعني أمر صعب قيادين البوليساريو مسيطرين ومهيمين على كل شي يعني قامعين لأصوات الصحراوية المغربية اللي من المخيمات يعني اللي مأيد الحكم الذاتي واللي الدور ترجع المغرب طبعا ما نعينهم معنا هم يدخلوا خالق نوب خالق عضو معنا بالجمعية كلفنا أنه يعني لأنه إسباني قمت بتكليفي بهذه المهمة أنه يمشي للمخيمات تندوف ويعدلنا لقاءات مع بعض يعني العائلات يعني يعني العائلات المقموعة العائلات الصحراوية المقموعة هناك فعلا مشاه لكن عارفوا عنه يمرق لديك لارسيوم ديال هذوك الأشخاص العائلات الصحراوية المقموعين يعني من طرف قيادي البوليساريو منعوهم من الدخول تصل بي من الجزائر قال لي مخيمات تندوف يسمون دونيقرو قال لي مخيمات تندوف عالم أسود ما يجد حدي يدخل خالق نفهم عندهم بريرس ما تفوتهم ترجمة نانسي قنقر